بسم الله الرحمن الرحيم بأشكالها المختلفة ومملوكها للدولة وخاضع لإشرافها اشبهنا هذا الحكي معناه أنه هي مركز مصرفي واحد مركز أمان بالنسبة عندنا للدولة بيكون عندنا محطوط عندنا فيها جميع عندنا إيرادات ممكن تكون عندنا الدولة بشكل كامل وبيصدر عندنا عنها النقود القانونية بأشكالها إما الورقية أو المسكوكات المعدنية وهي أساسا البنك المركزي بيكون مملوك من ضمن الدولة وخاضع لها والقوانينها وخاضع لإشراف الدولة بشكل كامل لإلها ايش بيختلف عندنا البنك المركزي عن باقي البنوك الموجودة عندنا دائما إحنا بنحكي البنك العادي هدفه أساسا بيكون قائم على أساس ربحي بغض النظر كان الربح فيه كبير أو قليل زي ما نحكي إحنا عن البنوك كثيرة بدون مقارن بيناتها بنيجي منطلع أنه البنك المركزي ما بيهدف أساسا إلى تحقيق أقصى ربح معناته المغزى منه ما يكون هدف كبير عندنا في عملية الربح ولكن بيحقق أهداف معينة وأغلب الأهداف اللي بيحققها بيكون عندنا يغلب عليها الطابع القومي والمصلحة العامة للبلد معناته هو براعي المصلحة العامة عندنا في الأردن وبعمل عندنا على تحقيقها وتوفيرها حكتلك أنا فوق أنه هو بيشرف عندنا على الاعتمان إيش المقصود بالاعتمان؟ الاعتمان هي القرود والتسهيلات التي تمنحها البنوك لعملائها معناته أنا أي قرد بدي أقدم عليه بغض النظر شو ما كان البنك معناته هو بدي يعطيني عندي اعتمانات بس الاعتمانات اللي بتكون خاضعة عنا للبنك المركزي تختلف اختلاف كله عن البنوك الثاني لأنه هو بتعامل معها على تسهيلات أكبر لما بيحققها لمؤسسات وأفراد بالذات المؤسسات والأفراد اللي بتكون عندنا مشاريحها نوعا ما متعثرة أو فيها عندنا نوع من أنواع المشاكل بيحاول يعمل هو كدعامة إليهم عشان يسندهم في كثير من المؤسسات أو المشاريع الخاصة فيهم بنيجي منتطلع عنا على نشأة البنك المركزي متى نشأ البنك المركزي؟ مع تطور العملات اللي الموجودة عنا مع بدي أها كانت عنا العملات تختلف على حسب الانتدابات اللي كانت موجودة عنا ممكن البريطاني الإنجليزي على حسب نوعه كان في عنا عملات مختلفة بلش عنا يصدر قانون البنك المركزي لأردني عام 1959 تم استكمال الإجراءات مباشرة أعمال البنك المركزي عنا في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964 منلاحظ أنه في فترة شوية بعيدة هذه صار فيها استكمال الإجراءات إلو لأنه سكان في عنا أمور معينة عنا في البنك الأردني موجود عنا هنا وتم تتابع الخطوات لإلها بنيجي منحكي مهام البنك المركزي من أهم مهام البنك المركزي أول إشي إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمها هو عماله بيصدر علينا المسكوكات المعدنية أو المسكوكات أو عفوا النقود الورقية بنظمها وبفرزها وببعث لكل بنك الأشياء اللي هي بتخصهم الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة بيحافظ علينا على سعر الدينار الأردني بغض النظر كان علينا في المملكة الأردنية أو في الخارج من خلال كيف ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني بحوله الدينار الأردني إلى دولار لريالة سعودي لكويت لأي نوع من العملات اللي إحنا نحتاجها لما نكون مسافرين على أي مكان ومنها تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وتوفير بيئة مصرفية ملائمة لتمويل الاستثمار هاي كلياتها بتكون عندنا من مهام البنك المركزي وبهمنا كمان إنه فيه أشياء كتير موجودة للبنك المركزي لكن إحنا حبينا نخفف من المهام الموجودة عندنا عشان آلية الحفاظ وسرعة الحفاظ عند الطلاب بنيجي بعديها بنحكي تعرفنا إنه سبب تسمي في البنك المركزي أول ما حكينا حكينا إنه بنك البنوك أو بنك الدولي أو بنك الحكومة ليه؟ لأنه يقوم الاحتفاظ بالأرصد النقدي للبنوك التجاري وهي نور من أنواع البنوك اللي راح نتعامل معها الحصة الجاي يعمل على إقراضها في حال عجزة عن مواجهة طلبات السحب المفاجئ معناته هنا إحنا بنعرف إنه بنك من البنوك التجارية اللي بيعامل على تمويل الأفراد في القروض والتسهيلات صارت عنده مشكلة معينة عجز عن إنه يوفر لهم الأموال بطلب قرض مباشرة من البنك المركزي لأنه يعتبر البنك المركزي البنك الأم بنك البنوك وإضافة عندنا إلى وسطته بين البنوك عن طريق ما يسمى بالمقاصة بنهاية اليوم في عندنا عملية تسمى بعملية المقاصة اللي هي عملية تصوية الشيكات اللي اتلقاها بنك ما من عملائه أنا أودعت شيك في الاحساب وهو تابع للبنك من افتراض عندنا أودعته في بنك عندنا العربي وهو تابع للبنك عندنا التجاري بعد تحصيله من بنك آخر وتصوية الأصد المختلفة بتم عندنا فيه إشي اسمه مقاصة بينزل عندنا كل هياتهم عندنا في البنك المركزي بيقوم بفرز الشيكات الموجودة عندهم وإرسال كل شيك عندنا للبنك المخول أو المفوض أو العمير بيكون موجود عنده ابني جيب نحكي كيف يكون البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي صار إذن عندنا البنك المركزي أكثر من اسم وعدة أسماء معناته أول شيء كيف يكون وكيلها؟ يحتفظ بوصفه بنكا بأرصد الحكومة النقدية نلاحظين أنه إحنا بنركز أنه هو بنك حكومة بيعتمد عندنا على حكومة نقدية والتعامل عندنا بوارداتها ونفقاتها كاملتان بوصفه وكيلا ماليا للقروض العامة يعني أي مشروع عام عندنا في الأردن بدأت تحمله ممكن أن بنك المركزي عندنا بيساعد في الشغل عليه ومواجهة أي قصور عندنا مؤقت في إيراداتها أو صد عجزائم في الميزانية في ميزانية الدولة ممكن هو البنك المركزي بيقوم بيقرضها ما تحتاج عندنا إليه عندنا ثلاثة مستشارا للحكومة في الشؤون القانونية دائما دائما أنه البنك المركزي هو المستشار الأول في عمالية عندنا الشؤون القانونية مدها بالمعلومات والنصائح اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة والمالية والسياسات الاقتصادية لأنه بيكون عندنا عندهم خبراء مطلعين بشكل كامل على الاقتصاد المحلي والاقتصاد عندنا الدولي من هون هو بيكون إليه دائما مستشارين خاصين فيه ودائما بيكون عنده ناس بتعمل عندنا عملية التدقيق عندنا المالي بشكل كبير وبشكل أفضل من غيره من الأماكن ابني جيب نحكي من الخدمات اللي بيقدمها البنك المركزي تلبية احتياجات السوق من النقد بالجود والفئات المطلوبة باللاحظ أنه بيصير عندنا فيه تالف في الأموال الموجودة عندنا أو بنك بيورد لبنك تاني بيصير فيه عندنا تلف فيها للضاعة أو عفواً في النقود الموجودة عندنا بيقوموا عندنا بإرسالها للبنك المركزي بعمل عندنا على توفير النقود بالجودة والفئات المطلوبة توفير السيولة اللازمة للبنوك المرخصة بيوفر لهم كم هائل من السيولة بحيث أنهم يستطيعوا يدول بينهم العملات منح البنوك المرخصة قروضاً أنا صار فيه بنك صار فيه عنده مشكلة معينة مش قادر يكمل شغل عندنا الزبائن تبقى ونحوه قروض عباً ما يعمل عندنا تسوية بينه وبين الأفراد الموجودين عنده مراقبة البنوك لأنه كل بنك بده حدا يراقب عندنا عليه بيكون هو هذا عن طريق عملية المقاصة وعملية الإتمانات بيعمل مراقبة شاملة عندنا للبنوك ترخيص البنوك وفروحها لأنه البنك الأم يعتبر بيعمل عندنا بيعطي ترخيص البنوك وفروحها ومكاتبها والفروع الأجنبية ومكاتب التمثيل الممثلة عندنا بالأفراد في البنوك الخاصة فيها التعريف بمواصفات النقد الأردني والعلامات الأمنية الموضحة لاحقاً معناته إحنا بنعرف أي نوع من أنواع النقود لها مواصفات معينة البنك المركزي هو الوحيد المتصرف عندنا بمواصفات النقد الأردني بيحدد شو العلامات الموجودة عندنا عليها كيفية شكلها كيفية حجمها كيفية عندنا إدارتها بشكل كامل بتكون عندنا لا تنسى عزيز الطالب حل أسئلة صفحة 65 شكراً لحسن استماعكم تامن بنوع على شغلة صغيرة أنه أنا الفيديو هذا اعملته تقريباً شامل لكل الدرس ما حبيت أطول بالمعلومات الموجودة فيه عشان سهولة الحفظ عليك بتكون بطريقة أيسر يعطيكم العافية شكراً لكم